وصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرات كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ستين بالمئة بالمنافذ والصرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وفي ذات السياق قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية وذلك بهدف ترحيها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات من منطلق المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تواصل الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفضات انتصل نسبتها إلى ستين بالمئة حتى نهاية الشهر الجاري الأسعار بطرة بتخلينا ندور على المبادرة نشتري من المبادرة احنا نتمنى الأسعار تقف كل حتة أسعار واحدة وهو رئيس عايز كده أساسا دورة الداخلية قيمة موجود كبير يعني جبار يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصة لكن هي بتحاول نتوقف ضد الناس اللي بتلعبوا بالسوق بالأسعار لأ دي حاجة كويسة جدا وإحنا بنشجعهم على حاجة زيكرة لأن احنا المستفيدين في حاجة زيكرة كل السلع متوفرة زيت وسكر ورز وكل حاجة وأسعارك كويسة جدا أتمنى تكون موجودة في كل حتة مش بس في السفور مارك رئيس ربنا يبركك لعمل كل حاجة حلوة وكل حاجة موجودة تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفضات المعلن عنها حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة عندنا كل السلع الأسسية بكميات كبيرة ومتوقفنا كلها كل الكميات من الشاي ونرز وسكر المقنونة بتخفضات في بينا جدا طبعا مبادرة زيادية بتباين أن أدي الرئيس بيحس بينا وأدي أنه هو واقف مع الشعب كلاو وأدي أنه هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الإمكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجية زي الزيت والسكر والرز نشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية أن هي بتشرف على المبادرة دي وإحنا نشكر السيد الرئيس على الأسعار الجميلة اللي هو مقدم عنا ومصر بخير الحمد لله إلى جانب السلاسل التجارية أقامت الوزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفضات المعلنة عنها مصر التبيرة في كل وقت وكل عاصر والكل عارف أن مصر وتشارك منظومة آمان في مبادرة كلنا واحد بتخفضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها السابتة والمتحركة والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت منظومة آمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفضات كبيرة أشهد بها المواطنون على مستوى الجمهورية مصر الكبيرة في كل وقت وكل عاصر والكل عارف أن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعبه وقياده تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزارة الداخلية في كافة مراحلها على أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل دعم ومساندة الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاتصادية الحالية عبدالله بركات التلفزيون المصري